هذا وعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه لزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان واعتبرها خطوة لعودة الحوار في الوقت الذي تشهد العلاقة بين موسكو والاتحاد الأوروبي أدنى مستوياتها كما تم التركيز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا من جهة أفاد أوربان بأن بلاده ستواصل العمل على تقريب وجهة النظر وأن مهمة المجر ستكون تحقيق السلام في الأشهر الستة المقبلة كما أن هناك العديد من الخطوات لا تزال مطلوبة في هذا الصدد لكن تم اتخاذ الخطوة الأولى على الأقل وهي عودة الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي تل لقاءه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده لا تزال منفتحة على حوار يؤدي إلى تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا إلا أن كياب هي التي تصر على إكمال الحرب بدعم من الغرب بشكل شامل نفعل ما الذي يعني حرار شكراً عرباني الناسل على التقديم إستخدام حرباني من نقوم ذلك وشكراً مرة واحداً أسلام سياسي تحديث يدفعون هذا المنطقة ونها عام ونهاو المتاحلة وعلى عامة لي كما نرى في الوزارة المجالية فيكتور أربان أن مسار السلام في أوكرانيا يتطلب العديد من الخطوات لكن تم اتخاذ الخطوة الأولى وهي عودة الحوار بين الاتحاد الأوروبي أي حلفاء كييف وروسيا أردت أن المنظم البناء البناء الأولى هو لا يتعد إلى البنائة المهمة وما يتبقى الهياء الخطوة والبناء عوضوزية المحيدة في الواقع أدعيه وعلى آلائق والعصبات التي استطعت أن أهضاً القدرى الأولى أستطيع ستطح القضاء المجالي سيكون في الوزارات المجالية في السرعة والأولوبي لتحدث عنها لطالما كانت مواقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حيال أوكرانيا مثيرة للجدل على الساحة الأوروبية حيث أنه منذ بداية الحرب يدفع نحو تسوية دبلوماسية مع روسيا عوضا عن استمرار الحرب من خلال مواصلة الدعم العسكري إلى كييف بحسب رأيه رأى أوربان بأن أوكرانيا ببساطة لا يمكنها الانتصار في هذه الحرب وبالتالي فإن على حلفائها إقناعها بالسعي لوقف إطلاق نار فوري يليه مفاوضات مع روسيا وكان حذر رئيس الوزراء المجري بأن الهجوم المضاد لأوكرانيا سيفشل بالتأكيد قبل حصوله وتبين مع الوقت بأنه كان على حق حيث فشلت أوكرانيا بتحقيق أي انتصار عسكري خلال تلك العملية واستخدم أوربان مؤخرا حق النقد ضد أحدث حزمة من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا معتبرا بأن أموال دافعي الضرائب المجريين يجب أن لا تتعارض مع مصالحهم في إشارة إلى اعتراضه على استمرار الحرب في أوكرانيا من خلال مواصلة الدعم العسكري إلى كييف ويرى أوربان بأن مسألة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة كارثة للتكتل ويرى بأنه يجب على أوكرانيا أن تكون أشبه بمنطقة عازلة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وهي وجهة نظر لا تختلف كثيرا عن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجوب حياد أوكرانيا في تحول كبير للسياسة الخارجية أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن للمرة الأولى بأنها ستسمح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية الممنوحة لكييف لضرب أهداف على الأراضي الروسية القرار الأمريكي الجديد ينطبق على أنظمة الصواريخ والمدفعية على أن يتم استخدامها ضد قواعد عسكرية ومستوتعات أسلحة ووصولا عسكرية أخرى داخل الأراضي الروسية والتي تعتمد عليها موسكو لشن ضربات ضد خاركيف الواقع شمال شرق أوكرانيا من الأنظمة التي يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها هي نظام إطلاق الصواريخ المتعددة MLRS وهو نظام آلي قادر على حمل 12 صاروخا ويسمح للطاقم الموجود داخل المركبة والذي عادة يشمل ثلاثة أفراد بإطلاق جميع الصواريخ الـ 12 في أقل من دقيقة وفي هذا السياق حصلت كييف على الضوء الأخضر لاستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أو الموجهة GMLRS والذي يتمتع بالخصائص المذكورة سابقا بالإضافة إلى مدى يصل إلى أكثر من 70 كم كحد أدنى و150 كم كحد أقصى وهو ضعف مدى النظام السابق وآخيرا نظام صاروخي مدفعي عالي الحركة أو يسمى هيمارس ويعنى به أن تقوم الأنظمة المدفعية المثبتة على شاحنة تزن خمسة أطنان بإطلاق ستة صواريخ موجهة خلال مدة قصيرة ويعتمد المدى على الصواريخ التي يتم إطلاقها ميزان القوى اختل بعد أن مالت كفته لصالح روسيا خلال أشهر مضت سيطرة موسكو على أبديفكا أقلقت أوكرانيا والغرب والتقدمها في خاركيف كان له ما بعده وما بعده تجلى برفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الحضرة المفروض على استخدام كيف أسلحتها لضرب أراضي روسية وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية فهل عدل الغرب بذلك الميزان أم أن هناك كلمة أخرى للميدان بالنسبة لروسيا الأمر مقلق بإقرار بوتن نفسه وهو الذي هدد وتوعد بآخر تصريحاته بإمكانية تسليح دول ثالثة بأسلحة روسية لضرب المصالح الغربية وذلك على مبدأ الرد بالمثل كما قال يبقى هذا مجرد كلام حتى الآن أما بخصوص الأفعال فترى أو نرى الأوكرانيين مندفعين لمهاجمة الأراضي الروسية هنا وهناك حتى أن نظام هيمارس الأمريكي أصبح السلاح المفضل لضرب المواقع الروسية بحسب ما أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني هذه نقطة لصالح أوكرانيا تدعمها وقاع تفيد بأن القوات الروسية بدأت تخفف من استخدام أنظمة الصواريخ S-300 و S-400 للتصدي لصواريخ هيمارس التكتيكية وذلك بعد أن استهدفها الأوكرانيون أكثر من مرة في بيلجرود الحدودية وسجلت هذه الدفاعات تأخراً في الاستجابة ولم تكتشف الصواريخ إلا قبل ثوان من سقوطها أما النقاط المسجلة حتى الآن لصالح روسيا فتظهر بعدم منح الغرب كيف إذناً باستخدام صواريخ أتاكامس بعيدة المدى على الأراضي الروسية لهذا السبب لم يتمكن الأوكرانيون بعد من حل مشكلة ضربات القنابل الروسية الانزلاقية التي تستهدف أراضيهم هذه القنابل الانزلاقية قادرة على إصابة الأهداف بدقة عالية ولها قدرة فجارية هائلة ويتم تحميلها على طائرات سخوي 34 الروسية بالمناسبة لا تزال خاركيف والمناطق الحدودية الأخرى تعاني من هجمات هذه القنابل التي تقتل كثيراً من المدنيين وعلى ذكر طائرات سخوي لا بد من الإشارة إلى أن واشنطن والغرب عموماً يمتنع حتى الآن عن منح أوكرانيا الإذن بضرب الطائرات والمقاتلات في المطارات الروسية وهذا يعني تفوقاً جوياً تتمتع به موسكو مما يقلق ييف التي تعلم أن من يملك الجو يملك أرض المعركة بطبيعة الحال هذا القلق يفهمه الغرب جيداً وبناء عليه قرر تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي ستصل قريباً أما فرنسا فتعهدت بتجهيز كيف بطائراتها المقاتلة من طراز ميراج وهذه أسلحة ستعطي دفعة لتجنيد المزيد من الجنود في الجيش الأوكراني الذي يعاني استنزافاً بشرياً